والآن مشاهدنا نمر إلى فقرة ضيف النشرة جدد رئيس الجمهورية الفرنسية مانويل ماكرون التأكيد بقوة على دعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه وذلك خلال جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان المغربي لمناقشة هذا الموضوع معنا مباشرة من الرباط ليلى أرطيمات أستاذة العلاقات الدولية بجامعة الحسن الأول سيدة ليلى مرحبا بك مرحبا أستاذ مرحبا بمشاهدك كرام على خناة مليئة يعني الآن كيف سيؤثر تجديد ماكرون التأكيد على دعم فرنسا لسيادة المغرب على الصحراء المغربية كيف سيؤثر ذلك على العلاقات ما بين الرباط وباريس أكيد توقيع اتفاقيات في حدود 22 اتفاقية وبمبلغ يناهز 10 ملايارات أورو سيشكل نقلة نوعية وكما قالها ماكرون في خطاب البارحة في الأمام ممثلة الأمة بأن سيتم طي سفحة الماضي وبداية كتاب جديد بمعنى أن هذا واعتراف ماكرون وتغيير السياسة الخارجية الفرنسية موقفها توجد قضية الصحراء المغربية العادلة سيؤثر بشكل ملحوظ على طبيعة علاقات التنائية في جميع المجالات وسيؤثر أيضا على طبيعة علاقات ما بين مغرب وما باقي الدول الأوروبية أكيد كان الخطاب البارحة في البرنامان مطولا بمدة 40 دقيقة ويحمي الفطيات مشموعة من الرسائل الواضحة وتعكسه عمق وطبيعة العلاقات ما بين الجانبين وتم أيضا وأبرز عنوين هذا الخطاب يمكن تحديدها في تأكيد ماكرون على مغربية الصحراء وأيضا على دعم مبادرة الحكم الداتية تتشكل الحل الواقعي والسياسي الوحيد لتدبير هذا النزاع أكيد تأثير وتغيير الموقف الفرنسي في قضية الصحراء سيكون له تأثير مباشر على المجال الاقتصادي على المجال التعاون الأمني على المجال التقافي على جميع المجالات وأيضا كما قدت سابقا نعم تفضل عذرا للمقاطعة سيدة ليلى نبقى في سياق الحديث عن الموقف الفرنسي الداعم لسيادة المغرب على الصحراء المغربي يعني كيف يمكن أن يؤثر هذا الموقف الفرنسي على مواقف دول أوروبية أخرى من قضية الصحراء نعلم جميعا بأنه منذ سنوات وصانع القرى المغربي وفي مجموعة من الخطب الملكية يتم تأكيد على أن لا بد لفرنسا أن تخرج من موقعها الرمادي وأنتعينا بصراحة أكيد الموقف الإيجابي المعبر عنه من طرف ماكرون سيؤثر على تدبير قضية الصحراء كما قلت سابقا سواء في علاقات المغرب مع فرنسا وأيضا في علاقاته مع الدول الأوروبية على اعتبار أن أبرز الدول الكبرى الممثلة داخل مجلس الأمن أعلم جميعا بأن أمم المتحدة يتلعى حق في تدبير هذا النزاع إذن فرنسا نعلم بأنه عضو دائم في مجلس الأمن إضافة إلى البيات الأمريكية سبق وأن اعترفت بمغربية الصحراء إذن وأيضا الفرنسا هي عضو مهم وفائل داخل الاتحاد الأوروبي ونعلم بأن المغرب أبراما منذ سنوات اتفاقية شراكة وستكلت بالوضع المتقدم منذ سنة 2008 إلى اليوم نعلم أيضا أن فرنسا هو عضو مهم في أوطان أو الحلف الدفاع الأطلسي إذن كل في ظل التحذية الراهنة الإقليمية والدولية إذن تغيير الموقف الفرنسي الإيجابي تجاه الاعتراف بمغربية الصحراء والقضية العادلة ودعم مبادرة وقالها أيضا ماكرون في خطاب البريحة في البرنامان ستدعم فرنسا مبادرة الحكم الداتي في المحافل الدولية إذن هذا الدعم فهو مهم جدا وسيغير مجموعة من المواقف الدول الأوروبية ومجموعة من واقف الدول الكبرى الأخرى أيضا غير أوروبية في تغيير موقف هذه التحذية الاعتراف بمغربية الصحراء نعم سيدة ليلى في هذا الإطار موقف فرنسا هو موقف لا يستهن به وله وزنه ودلالاته وأهميته أيضا لأننا نعرف أن فرنسا هي من بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن ولها كلمتها ولها وزنها في المجلس وكما ذكرتي كذلك لها مكانة في حلف الناتو طيب الآن ما هي دلالات التزام فرنسا بالاستثمار في الصحراء المغربية وهل يمكن اعتبار ذلك دعما اقتصاديا لسيادة المغرب على المنطقة بالفعل لقد تم التعبير عن ذلك على المنطقة الاقتصادية وما توقيع ما يقارب 22 انتفاقي في جميع المجالات ما بين جلال الملك محمد السادس وما بين الرئيس الفرنسي ماكرون إلى التعبير عن تأزيز هذه الشاركات في جميع المجالات المنطقة الاقتصادية وقالها أيضا وأكد عليه في الخطاب الباريحة ماكرون بأن الديبلوماسي الاقتصادية والمستثمرين الاقتصاديين والفاعلين الأبرز في فرنسا سيكونوا موجودين في المغرب باستثمارات قوية في جميع المجالات وتم تأكيد على الاستثمار في المدروج الأخضر ومشاريع وعيدة على المستوى الخطط على السلق الحديدية وأيضا على المستوى الفلاحي في جميع القطاعات الحيوية وقد أكد على ذلك بأنها ستكون نقطة مهمة في تزيد العلاقات ما بين المغرب وفرنسا من جهة وأيضا ستكون نقلة نوعية أيضا لفرنسا في عمقها الإفريقي وهذا ستكون له دلالات وآثار على جميع المجالات طيب الآن ما مدى التزام فرنسا بالموقف الذي أعلنه الرئيس ماكرون على المدى الطويل وهل يمكن أن يتغير هذا الموقف مع تغيير الحكومة الفرنسية برأيك إذن جرت العادة بأن مبدئيا قبل تأكيد على هذه النقطة المهمة ذكرتها بأن مجال السياسة الخارجية الفرنسية وسميت بزيارة الدولة وهي من أرقى الزيارات بمعنى بأن سواء ضل ماكرون على سدة الحكم ورئيس الجمهورية الفرنسية أو تم تغيير برئيس آخر فلن يتم تعديل أو تغيير في الموقف الفرنسي فالموقف الفرنسي هو ثابت وما تأكيد على نوع هذه الشراكة وسميت بالشراكة الاستراتيجية الاستثنائية إلى تأكيد على الموقف التابت للجمهورية الفرنسية وأيضا يعتبر هذا حدث جد مهم كما قلت بأنه في مجموعة من الخطاب الملكية قبل سنوات ومنذ المكتسبات الدبلوماسي المغربية تم نضال من أجل اعتراف فرنسا بمغربية سحراء ودعم حكم الداتي إذن أعتقد بأن ومن زاوية صانع القرار الخارجية على المستوى الفرنسي لن يكون هناك تغيير هو ثابت في موقف الفرنسي دعم القضية العادلة وهي قضية مغربية سحراء وأكد عليها ماكرون البالحة في البرلمان بأنه ستقوم فرنسا بالالتزام بدعم مغربية سحراء ودعم مبادرة الحكم الداتي في المحافل الدولية وهذا الالتزام صريح بدعمه المتواصل أيضا البارحة من أبرز الآثار فأن موقع رسمي للوزارة الخارجية الفرنسية قامت بتادي الخريطات وتم نشر خريطات كاملة للمملكة المغربية وهذا من ما يؤكد حسن نية يعني أن الحسنية البلدين هو من أبرز المبادئ الدبلوماسية على المستوى العالمي وليس على المستوى الفرنسي أو المستوى المغربي يعني بقي هناك سؤالان سنحاول أن نكون يعني بإجابة سريعة لو سمحت سيدة ليلا ما تأثير هذا الإعلان الآن على جهود الأمم المتحدة في حل النزاع الصحراء وهل سيعزز من فرص الوصول إلى حل سياسي برأيك؟ بالفعل كما قلت بأن تغيير الموقف الفرنسي سيكون له تأثير مباشر ونعلم جميعا بأن فرنسا من الأضواء من الدول التي لها المقاحة الدائمة في مجلس الأمن وسيتؤثر إجابا في دعمها لهذه القضية على مستوى مجلس الأمن ونعلم جميعا بأن أمم المتحدة تصدير قرارين كل سنة بخصوص نزاع الصحراء أكيد تغيير الموقف الفرنسي من قرية الصحراء سيكون له تأثير مباشرة على التقارير الصادرة على مستوى الممتحدة وعلى مستوى تدبير من زعب السابطين عامة نعم في ظل كل ما يعني جرى خلال هذه زيارة الدولة التي قام بها ماكرون للمغرب لحد الآن كيف ينظر الآن المغرب إلى هذا الدعم الفرنسي وهل يشير إلى مرحلة جديدة في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بالفعل تأكيد أعلى قائد في الدولة جلالك محمد السادس ورئيس ماكرون أثناء توقعه معا على 22 اتفاقية على أنه سيتم وعلى حسب خطاب ماكرون الباليح سيتم طبيعي صفحة الماضية وبداية كتابة إذن صفحة كتاب جديد بشراكة كما قلت استراتيجية استثنائية على جميع المجالات وتم التعبير عن ذلك في مجموعة من التعبير صريح عن هذه الشراكة الاستراتيجية استثنائية بين الجانبين في التي تشمل جميع المجالات المجال الأمني من مواجهة تحبية الأمن المشاركة وتم التأكد عن نقطة جد مهمة وهو تحت المسؤولية المشاركة لم يعد هناك نظر إلى زاوية أحدية طرف أصبحت المسؤولية مشتركة نعم مسؤولية مشتركة بين الجانبين من الرباط ليلى أرطيمات أستاذة العلاقات الدولية بجامعة الحسن الأول شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات والإضاءات حول موضوعنا اليوم